إيلكار أنت متأكد أنه السيبيري يوسق فيك؟ لو ما وسق ما كان بيقول جيب البضاعة وخليها بمستودعي سمع يا إيلكار أكيد رح يدفع أضعاف أنت رح تجيب البضاعة وتقوس السيبيري بين صراسه وبعدين ترميه بالقبر تيبي آغا أنا لو كنت عم أشتغل بالسر كنت بعمل ضمان لحالي بس لهالطاولة ما بساوي شو يعني ما بساوي؟ قول هاد اللي عندي ما بساوي أبدا السيبيري ما بنوسق فيه يلي عمل هيك مع أونال بيك وقلب أصلان إلا ما يساوي لنا فاقتاني هو هلأ أربان من فيكتور مشان هيك عم يركض لعندك يا إيلكار أنا ما فهمت ليش رح لعند إيلكار وما أجل عند السيبيري شو الدايات يا صبحي مثال لو كان إيجا لعندي كان السيد تيبي الداياء مني كتير كنت بأوسق أنا لا الداياءة ولا شي بس لو كان إيجا الكار على الطاولة وقال أو راح لعند واحد مننا وطمعوا بربح عشر أضعاف كنا كلها يتمنتهينا لا تحكي هيك كلام يا صبحي طمعوا ضعف أو عشر أضعاف أو ألف ضعف حتى ما بيقدر إيه وشو هي الخطة هلأ إيلكار رح ياخد الإسلاح ولا ما رح ياخده أنا عملت خطة لا تاكلهم خلوا السيد أونال يرتاح نابو رح ينتقم له هاي الليلة أنتو بتكونياني يكون موجود بخطت كوناي بما أنك كنت متعرض للإهانة معي فمن حقك تكون بخطتي يا سيد أوزر أنا مهمي للإهانة بدي كون هونيك لأخد بيتار أوزر وهذا كل شي بدي ولا يهمك السيد سليم بيسلم عليكم كلياتكن حبيت وصلها أوكل قرار إعدام إيلكار اليوم بالذات إلي أنا واليوم منوش الضوء أنا عملحه لإيلكار ولو أنه طلع من عند السيبيري وما اتصل بأخي ما كانت رح تنزل كلمة العم سليم أنا حبيت أنه كل الموجودين يعرفوا أنا لو ساويت هيك كان حقك يا ليس بس أنت بتعرفني غلط صح أو غلط برأيي أنا ما بعرفك يا إيلكار وهلأ نائب السيد أونال في أي شي بدك تقوله عن تنفيذ الخطة وللشخص يلي رح ينفز ما في شي رح أقوله شكراً لكم كلكون انتهى الاجتماع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة